اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت ع اساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة الى توقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية 19 اثنين بس بالنسبة الى الكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية 3 اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية التراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم 17 اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية 10 اثنين بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصير هو بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكيناه طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي ارتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مظبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة أيام أو خمس أيام وبعده بخمس أيام بتكثر في أحداث العنف بتكثر في التفجيرات بتكثر في المصائب بتكثر في الأحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا أن الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة أمامية زحل موجود برضو في الجدي حركة أمامية أورانوس في الثور حركة أمامية نيبتون في الحوت حركة أمامية وبلوتو في الجدي حركة أمامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الأبراج لأنه هسا بس نذكر توقعاتنا للأبراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من أشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وإن شاء الله إنها تكون مفيدة لإلكوا وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل أوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية تحمل لكم هاي الفترة يا موليد برج الميزان حض عاطفي ومالي وفرصة للنساء للدخول في الحمل تنشحن خلال هذا الشهر بطاقة إيجابية وفرص إيجابية والعاطفية كمان بتكون ممتازة جدا بتزيد من الحياة الترفيهية والرومانسية بالنسبة لإلك بتنشطوا في العلاقات الاجتماعية وبتسارعوا للمصالحة أو للتعارف ممكن تحمل هاي الفترة أفراح سرة أو أخبار مفرحة أو نجاح ومن الممكن الوقوع في شباك الغرام من النظرة الأولى لأن المشاعر عندكم بتكون جياشي جدا وخصوصا أن الشمس موجود في الدلو في بيتكم الخامس أما بالنسبة لكوكب الزهرة بيعطي فرصة للي بيبحث عن عمل إنه يقدم لعمل جديد أو ينتقل لعمل جديد أو ينقبل في عمل جديد وبرضو بتعزز العلاقة مع الزملاء وبتعزز من شراكتهم كوكب المريخ بيحذركوا من السفر داخل المدن يعني بالتنقلات أثناء القيادة بتكو تتفقدوا السيارات وما تغامروا ما تخالفوا القوانين أهم شي بتكو تتجنبوا في خلال هاي الفترة المواجهة مع أفراد العائل وخصوصا الإخوة وبتكو تديروا بالكو من النيران والأدوات الحادة وخاصة للي بيعملوا في هاي المجالات أو للنساء اللي ربات بيوت وبتشتغل في داخل بيوتها كوكب عطارد بعطيكوا قدرة على ممارسة نشاطات أدبية وأنه بتقدروا تدعموا أبنائكوا في الدراسة وبتفيدكم أفكاركم مع الزملاء في العمل ولكن في فترة التراجع ممكن تعمل سوء فهم أو خلاف يكون بينك وبين أحد زملائك في العمل وينعكس هذا عليك بشكل سلبي انتم حاول تستغل الفترة هاي كلها ليبل تسعة عشر شهر لأنه بعد تسعة عشر شهر ترتفع وطيرة العمل عندك وبتزيد المسئوليات عليك وبدك تحاذر من التوتر والعصبية وخصوصا مع الزملاء والمقربين إلك وبدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل كثير كثير دقيق في الفترة هاي وما تهمل في اللحظة اللي بتحس أنه أنت بحاجة لاستشارة طبيب ما تتأخر لأنه الشمس بتكون دخلت على بيت الصحة وفي النهاية الله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه